اشتركوا في القناة ونقرأ عليكم هذا البيان كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله بالقرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما لا نفرق بين أحد من رسل الله ونحن له مسلمون ثم أما بعد من خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني إلى كافة العالم العربي والعجم يا أيها الناس إني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني قد جعلني الله في الأرض خليفة على العالمين أجمعين استفاني الله عليكم وزادني بسطة في علم البيان الحق للقرآن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم حقيق لا أقول على الله إلا الحق وسبق وأن أعلن لكم آية كونية بأمر الله تعالى ذلكم بدر ذي الحجة مساء يوم الجمعة ليلة السبت ذلكم آية بدر الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وجعل الله الآية القمر البدر سابق لأوانه في شهر ذي الحجة لعامكم هذا 1442 مساء يوم الجمعة ليلة السبت فحدثت آية كونية بأمر الله تعالى ولم تحدث لكم ذكرا بسبب الصادين من علماء الفلك أنه حدث طبيعي أن يحدث البدر لشهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة ليلة السبت وأنهم لا يعلمون أنهم لكاذبون فكيف يبدر قمر شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة ليلة السبت من قبل غرته الفلكية العلمية بعلوم الفيزياء الكونية ليلة الأحد إلا أن تدرك الشمس القمر فيولد الهلال من قبل الكسوف فتجتمع به الشمس في الاقتران المركزي وقد هو هلال ولكنهم استخفوا بعقول الناس وأن هذه ليست إلا مسألة حسابية فلكية وهم يعلمون أنهم لكاذبون كونهم يعلمون أن الاقتران المركزي يعني المحاق المركزي لبقية ضياء القمر للشهر المنصر فيصبح وجه القمر معتما من الضياء ويسميه له في محكم القرآن العظيم العرجون القديم تصديقا لقول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم ومن بعد حدث العرجون القديم تتولد أهلة غرة الشهر الجديد لتبدأ من اليوم الموالي ليوم الاقتران المركزي ويعلم بذلك علماء الفلك في البشر علم اليقين أن الغرة الفلكية لشهر ذي الحجة لعامكم هذا 1442 هي مساء يوم الجمعة ليلة السبت ولكن بدر آية الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حدثت مساء يوم الجمعة ليلة السبت آية كونية من الله العزيز الحكيم وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أني خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أعلن بأمر الله أن الشمس أدركت القمر وأنه كذلك أيدني بآية أخرى مساء يوم الجمعة ليلة السبت تاريخ ثمانية وعشرين ذي الحجة كما وعدناكم بالحق بآية الحكم من الله من قبل الحدث فامتحق قمر ذي الحجة بكلمات الله تعالى فتولد بكلمات الله فولد هلال محرم من قبل موحد الاقتران المركزي لشهر محرم فأدركت الشمس القمر بسبب تولد هلال محرم ألف أربعمائة وثلاثة وأربعين فجر السبت والشمس إلى الشرق منه آية كونية خارقة لعلوم الفيزياء الفلكية لتكون كذلك ليلة استدارة القمر البدر لشهر محرم هذا هي كذلك مساء يوم الجمعة ليلة السبت لعلها تحدث لكم فكرة أو يعذبكم الله عذاب النكرة فليس لكم الخيار يا محشر صناع القرار قادات دول البشر إما أن تخضع أعناقكم لخليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أو يمسخكم الله إلى خنازير كما لعن طائفة من أصحاب السبت من قبلكم فاتقوا الله شديد العقاب يا محشر قادات العرب والعجم أو يعذبكم بما يشاء فيلعنكم لعنا كبيرا ويمسكم عذابا نكرا والمعريضين عن الذكر القرآن العظيم ولن تجدوا لكم من دون الله وليا ولا نصيرا يمنحكم من عذابه فاتقوا الله شديد العقاب واعلموا أنه الغفار لمن تاب وأناب فاتقوا الله يا محشر العجم والعرب فقد أعلن الله عليكم الحرب بما تسمونها كوارث التغيرات المناخية ذلكم حرب عليكم من الله ربي وربكم واعلموا أن الذي تأذن عليكم بالحرب المناخية هو نفسه الذي أرسل عليكم من أصغر جنده في الكتاب ذلكم ما تسمونه بكورونا وما هو بكورونا بل سلالات بعوضة ما لا تحيطون بها علما ويصدقن الله في كل شيء بقدرته تعالى ويجعلكم الكاذبين أيها الملحدون برب العالمين يا من يزعمون أنهم كفوا لمواجهة حرب قوارع عذاب الله المناخية طابع الله على قلب كل متكبر جبار عنيد وأنذركم بأسا من الله شديد وإلى الله ترجع الأمور اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وموعدنا مساء يوم الجمعة ليلة السبت ليلة يستدير القمر البدر لشهر محرم الهجري سنة 1443 حسب تاريخكم الهجري إن كان حقا صدق خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد أن يعلن للبشر بأمر الله الواحد القهار أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلال ولسوف نعلم ليلة استدارة البدر لشهر محرم لعامكم الهجري 1443 أصدق الإمام المهدي ناصر محمد أم كان من الكاذبين وأن لعنة الله على الكاذبين الذين يصدون عن دحوة الحقي من ربهم فاتقوا الله يا محشر العجم والعرب فويل لكم من شر قد اقترب ليلة شروق كوكب العذاب سقر من جهة آفاق جنوب الأرض فصدقوا أن الشمس أدركت القمر آية التصديق لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني من قبل أن يسبق الليل النهار فلا أتغنى لكم بالشعر ولا أبالغ بغير الحق بالنثر اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لمن أراد قراءة مزيد من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ما عليه إلى الولوج لموقعه الرسمي منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم